السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. سوف نشوف الوقت بتاعة وتبسك بمسرية هندلت سكاستي. بلاي اول حاجة هنا بقول لي دي اسم الشركة وعادة المشاريع الموجودة فيها لو تختل مشروع اقدر ابدا بينهم. بجي هنا بلاي دي المنبرس او الناس الموجودة في المشروع اقدر اقول له اعد وضيش من خلال الايميل اي شخصا عايزه. اقدر اعلم على اي شخص يوم اقول له اقدر اشوف ايه الابليكيشن الموجودة اقدر نضيفها. انا عندي الابليكيشن هنا هيشيله من الابليكيشن التاني يفعله. هستنوعه من حق ان هو يعمل التحريل وتطلع على الاحصائيات. اه موجود هو ستقدر تسخل عليه. الروس ستقدر تشوف مسلا ان هو مسلا من الان. دي اسامي الشركات. ستقدر تختار اي شركة فيهم وتبدأ تشوف المعلومات الموجودة فيها اسم الشركة. العنوان المكاين. الموقع على الشركة ديسكريبشن الرقم بتاع ال اي ار دي. ودي مشاريع الموجودة. ده انا ناتيك. بيقول لي بقى المشروع بدأ يمتع من اصله كمي يوم على ما يمتهي. على الاشخاص اللي موجودين في المشروع. قمحت فيهم من جوة الشركة وقمحت من ضرار الشركة. وهكذا. ودي انواع الشركات. وانواع المشاريع الموجودة. اللي ستقدر اي شخص. طيب لو هنا ودوست على العلامة ديت. ده الاكاونت سيتنج. انا هقول له انا عايز الاكاونت سيتنج دي مشروع معين. اخترت انا كده المشروع. اللي هو المستشفى. فبلاه ده البروجيكت هوم. والسايت. والبروجيكت ادمن والاكاونت ادمن. طيب احنا كده اخترنا البروجيكت هوم. فجاب لصفحة المشروع. يبدأ يجب لي معنومات عن المشروع من حيث الطقس ومن حيث الايام وكذا. وتقدر تقوله وتختار. ااا بالسلس او بالفيهر نايت. طيب هزو ان سايت. وهيبدأ يجب لي معنومات عن اكتيفتي بتاع المشروع. كان مشكلة موجودة وكان مشكلة افرية. وكان مشكلة لسه ما اتقلتش وعدد المشاكل الافتف وعدد المشاكل الكلوز فبيبدأ جاب لي احصائية بالحالات الموجودة في المشروع دي خاصة بالكواليتي ودي خاصة بالسيفتي لو بيدي احالة خاصة بالسيفتي في تقارير ايبدأ يخلينا بطلع عليها طيب بيطل مني ان انا اعمل اخر تاني طيب طيب هادي اختار هنا المشروع اولو البروجيت ادنين او اكاونت ادنين بيجيب لي بقى الاحصائيات الخاصة بالاكاونت سديروكتري مثل ايتيها لو بيجي اكتر مشروع يجيب لي ويبتدى اشوف الارشيف وتطلع علي المانوعات الموجودة اشتركوا في القناة